بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المشهد المشهد في هذه الحلقة ينظر نظرة بانورامية على ما جرى خلال عام 23 وينظر نظرة استشرافية على ما هو قادم في عام 24 ربما من غير المستساغ أن يكون التواريخ هي حد فاصل بين سياقات تاريخية وأحداث جارية لم تتوقف ولم تنظر إلى رأس سنة ميلادية أو سنة هجرية وإنما هي من تصنيفات البشر الحرب لن تتوقف لأننا وصلنا إلى نهاية العام والأزمة الاقتصادية لن تحل لأننا وصلنا إلى بداية عام جديد كل هذه الأمور ربما تقع تحت طائلة التفاؤل أو التشاؤم أو محاولة لبدايات جديدة بشكل نفسي أكثر منه بشكل عملي عام 23 كان عاما مصريا بامتياز بصرف النظر عام ما موجود في ذاكرة الناس عن هذا العام من أزمات اقتصادية إلى آخر لكن الأزمة الاقتصادية كانت ممتدة قبل 23-22 وربما في منتصف 21 إلى الآن لكن ما يمكن أن ألتقته بين هذه الكلمات هو أنه عام 23 استطاعت مصر في أن تمر من أزمة اقتصادية دون سقوط اقتصاد استطاعت مصر أن تسدد كل الديون في توقيتاتها دون تخلف استطاعت مصر استطاع الشعب المصري مع الدولة الرسمية أنهم يمجزوا انتخابات رئاسية مشرفة في وسط ظروف شديدة التعقيد على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي استطاعت مصر خلال هذا العام أن هي تستمر في استكمال مشروع الوطني دون توقف وإن كان لك إبطاء نظر للأزمة الاقتصادية العالمية استطاعت مصر أن تخرج في خاخ كانت منصوبة فخ في المنطقة الغربية في ليبيا وحرب كانت مخطط أن مصر تتورد فيها ونجحت مصر في أيضا تفويت الفرصة على الانخراج في حرب في السودان ونجحت مصر في تفويت الفرصة أن هي حتى الآن أن تنخرج في حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة نجحت مصر أيضا خلال عام 23 في عودة العلاقات مع دول كثيرة زي تركيا مثلا بشكل أكثر عمقا مع قطر بشكل أكثر عمقا مصر أصبحت دولة نقدر نقول صفر مشاكل أو صفر أزمات أو صفر علاقات مقطوعة وعام 23 إن شاءت أول لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني إذن يمكن أن ننظر إلى ما هو إيجابي في عام 23 بقاء الدولة المصرية واستمرار المشروع الوطني تخطينا الظروف الاقتصادية الصعبة أنجزنا انتخابات كل دي عوابل يمكن أن الواحد يطلقها في ناتح صدعان وممكن لآخرين أنهم يتحدثوا عن عام 23 أنه الأصعب اقتصاديا الدولار قفض إلى 50 أنه الفرق بين السعر الرسم والسعر في السوق السوداء وصل الأكبر رقم في تاريخ سعر الصرف وممكن نتكلم على صدرات انخفضت فيه أمور كثيرة يمكن أن ننظر إلى زوايا عدلة لكن دعونا من هذه التصنيفات وأيضا العام القاضي هل هو عام التمنيات وقف الحرب الروسية الأوكرانية وقف الحرب الإسرائيلية الفلسطينية هو عام جديد اقتصاديا وعام بيشهد تنصيب الرئيس في الدورة القادمة كل هذه من الممكن أن تكون أمنيات لكن واقع الأمر أنه كما قلت في البداية التصنيف على أساس الأيام والسنوات والتاريخ ليست يعني مفصلية لكن العام القادم وهنا لسنا في هذه الجلسة مع هذه القامات من أجل التنبؤات أو قراءة البخت أو الكفة أو الفنجان كما يتم الآن في كل القنوات وبشكل يعني أصبح مستفزا وإنما قراءة وتنبؤ حقيقي من واقع موجود لن نحلق في السماء دون أن يكون أقدمنا في الأرض لابد أن ننظر إلى عام 24 على أنه امتداد الأزمات قائمة ومحاولة طموحة للخروج من بعض الأزمات القائمة وأيضا عام فيه 50 فعالية انتخابية في 50 دولة في العالم عام 24 هو العام الأكبر في التاريخ اللي بياشت 50 انتخابات في 50 دولة يعني فيه 2 مليار ناخد هيدلب أصواتهم في انتخابات قد تغير من خارطة العالم من أمريكا للهند إلى باكستان إلى أندونيسيا إلى المكسيك إلى الاتحاد الأوروبي يعني أماكن كثيرة جدا دعوني أراحب بضيوفي لمحاولة قراءة متأنية واقعية غير منفصلة على الواقع لما جرى وما نتنبأ أن يجري خلال عام القادم الدكتور عبد المنم